أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه لا توجد أي استثناءات لأي من راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة خاصة وأن الهيئة تقف على مسافة واحدة منهم جميعا في سائر الحقوق والواجبات شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالقرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها دعية سائر راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إلى الالتزام بكافة القرارات والضوابط السابق صدورها من مجلس إدارة الهيئة في شأن تنظيم العملية الانتخابية وعدم مخالفتها كما أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن مجلس إدارة الهيئة كان قد عقد اجتماعا بعد ظهر اليوم استعرض فيه المجلس الطلبات المقدمة من قبل أحد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية والتي تدور في مجملها حول طلب بعض الاستثناءات والمعاملة الخاصة في الإجراءات المتعلقة بتحرير نماذج التأييد لطالبي الترشح